تعيش المدن الإيرانية هذه الفترة على وقع مظاهرات شعبية بسبب غلاء الأسعار هي الثانية في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي وذلك بعد مظاهرات انبلعت أواخر العام الماضي احتجاجاً على أزمة المياه وبدأت المظاهرات أوائل مايو 2022 في عدد من المدن بينها الأحواز واردبيل ولورستان وخراسان وشارمحال وبختياري وذلك رفضاً لقرار خفض الدعم عن مجموعة من السلع الغذائية ما أدى لزيادة أسعار سلع تعتمد على الدقيق بنسبة وصلت إلى 300% في البلد الذي يعيش ما يقرب من نصف سكانه البالغ عددهم 85 مليون نسمة تحت خط الفقر بحسب الأرقام الرسمية واجهت قوات الأمن بالقوة المفرطة في العديد من المدن المظاهرات فيما قالت تقارير صحفية غربية إن عدداً من المتظاهرين لقوا حتفهم على يد الشرطة وتواصلت الاحتجاجات في نحو 40 مدينة وبلدة بما في ذلك بلدة كوتشان بالقرب من الحدود مع تركومانستان ومدينة راشت الشمالية ومدينة همدان في غرب البلاد وفقاً لمقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل وبسبب انقطاع الانترنت وبطئه لم يتمكن الناس من إرسال مقاطع فيديو وصور للاحتجاجات في الأيام السابقة وتعول طهران على إحياء الاتفاق النووي مع الغرب بشكل أساسي لرفع مجموعة واسعة من العقوبات التي أرهقت اقتصادها المظاهرات الأخيرة تبدو أنها مختلفة عن تلك التي خرجت في سنوات سابقة فالشعب الإيراني يعيش ظروفاً اقتصادية صعبة ورفع المحتجون شعارات أكثر قوة منذ قبل ومنها إسقاط النظام والموت لخامنائه موسيقى موسيقى